اشتركوا في القناة وقد حان الوقت للعودة إلى الوحدة الوطنية يجمع أهل الرأي في عام 1624 على اسم سيكون له شأن كبير فيبايعون ناصر بن مرشد اليعربي إماما على عمان أما هو فلم يخيب آمالهم فيه فقد تنبه للأمر منذ البدء جيوشه تزحف لبسط الوحدة الوطنية تارة يولي القائد المناسب وتارة يقودها بنفسه تنضوي تحت لوائه ولايات الداخلية فالشرقية فالظاهرة أما الساحل فيحتاج إلى جهد مضاعف تحرير صحار طال انتظاره والطاعون يتفشى حتى تحقق التحرير في عام 1643 أما في جلفار فقلعة بيد البرتغاليين وأخرى بيد الفرس ولكن يتم تحريرها كما تم تحرير مسقط ومطرح وقلهات الانشغال بالحرب لا يمنع من الاهتمام بالعلم وإنشاء خزانات الكتب والتواصل ومراسلة الأشقاء في ليبيا والجزائر وأن يخلف الكثير من المآثر التي تنير كتب الفقه والتاريخ من بعده وفي يوم ليس كالأيام العادية في نزوة يوم الجمعة المباركة العاشر من ربيع الآخر من عام 1059 للهجرة 1649 للميلاد يرحل ناصر بن مرشد اليعربي وقد أسس لدولة ستحكم بعده قرنا من الزمان تاركا لها تكملة المهمة الوطنية السامية لتطهير المحيط الهندي من المحتل البرتغالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر